فيما يتعلق بالنحية النفسية لكن لما تتكلم كمان على الناحية النواحي الفنية أنا بيتهالي كمان إنه مكسب كبير جدا قبل ما أتكلم على الهدف اللي أحرزه منتخب مصر مبارح أو اللي أحرزه منتخب السنغال في مرمى يعني الأهم منه عدم قدرة السنغال على إنها تسجل مبارح على أرضنا ودي نقطة في منتهى الأهمية وعلينا إن إحنا نستغلها لأنه إن شاء الله بإذن الله إذا قدر منتخبنا الوطني إنه يسجل في مطش داكار بشكل كبير جدا وبنسبة كبيرة جدا يكون عندنا القدرة على حسم التأهل المواجهة طبعا صعبة جدا يعني خلينا نبقى متفقين منتخب السنغال هيكون في منتهى منتهى الشراسة وإذا كان على أرضك وفي وسط جمهورك لعبك بالشكل دا فتأكد إنه السيناريو مش هيختلف كتير عن مباراة العودة صحيح كيروش مبارح ما غمرش يعني عنصر المخطرة ما كانش كبير قوي عنده وده طبعا لقرأته المنتخب السنغال وده بالتأكيد عشان ما نلزمش الراجل برضو خلينا نتفق إنه منتخب مصر بشكل الهجومي اللي إحنا عارفينه طول عمرنا ما ظهرش يمكن في العشر أو اتنشر سنة على الرغم من تغيير عدد كبير جدا من الأجهزة الفنية يعني أنت سواء كانت أجهزة وطنية أو أجهزة أجنبية أنت لعبت مع كل مدار استقريب آخرهم كارلوس كيروش لكن من بعد نسخة حسن شحاية لغاية النهاردة أنا ما شفتش نسخة منتخب مصر الهجومية في أي مناسبة عشان برضو ما نحملش الأمور أكتر من طقتها سواء من أول ما تولى كابتن شوقي غريب مرورا برادلي كوبر جنة هكتور كوبر جنة حسام البدري وغيرهم وغيرهم وغير أجهري ما حدش فيهم قدملك الكرة الهجومية اللي تقول إنه منتخب مصر بشكله قدراته الهجومية قادر يعني بالذات في المباراة الكبيرة اللي زي ماتشو السنغال كده يكون عنده قدرات هجومية على مستوى ما شفناش ده لكن في النهاية ماتشوات اللي بيتقال عليها تكسب ولا تلعب وعندنا عبرة يعني اللي شافوا تابع تصفيات أوروبا ما كانش أبدا أبدا يتوقع إنه إيطاليا بالتاريخ الطويل بالنجوم الكبيرة بلقب اليورو اللي في 2020 تخرج من كاس العالم على حكومة السنية تخرج مساء قدام بورتغال لكن خرجت قدام مين مغدونيا الشمالية مين مغدونيا الشمالية جماعة فبالتالي فيه ماتشوات وعلى رغم من سيطارة إيطاليا الكاملة على المباراة يعني شاف المباراة أو على أقل اللي تابع أرقامها وإحصائياتها يقول إنه إيطاليا كالتيكسا واربعة خمسة مرتاح ولكن في النهاية مباراة انتهت بهدف قاتل في البلاس تسعين أعتقد وصل مكدونيا لمواجهة البرتغال في مواجهة طبعا أعتقد أعتقد إنه في الطبيعة هنقول لبرتغال طبعا فرصة أكبر لكن كرة القدم ما فيهاش شيء محسوم مقدما هل نخاطر في المباراة اللي جاية هل يراهن كارلوس كيروش على نفس الطريقة ونفس التشكيل برضو عشان ما نظلمش لعابتنا خد بالكم أنتو لعبتم المبارادي أو إحنا لعبنا المبارادي بتشكيل في سبع ديفندرات يعني سبع لعيبة قدراتهم ومهاراتهم الدفاعية أعلى بكتير جدا من الهجومية وواجبات أغلبها كانت مرتبطة بالتأمين الدفاعي أنت بتلعب مع السنغال على أرضك بسط جمهورك بتلات مهاجمين صلاح تريزيجي ومصطفى محمد ولما خرج مصطفى ونزل مربوش برضو ما حصلش الزيادة العددية اللي تخليك تقول أنك أنت هتلعب جيم هجومي أو أنك أنت تقدر تهاجم السنغال طول التسعين دي والهدف المبكر اللي إحنا حطناه والسيناريو ده لقصة تانية يخلينا نقول أنه برضو مهم جدا بعد ما تتقدم في بداية المباراة احنا طبعا يعني أنا بعد ما دخل الجنف ديارة قلت آه إن شاء الله بإذن الله يعني الجيمة هيتفتح والسنغال هتضغط وهنستغل المساحات ولكن ده ما حصلش وعلى كل أحوال أنك تطلع بنتيجة 1-0 أعتقد نتيجة إيجابية جدا 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 وتسهل بشكل كبير من يعني أنا كنت متوقع قبل المباراة دي إن المواجهة التانية دايما هتكون الأصعب وخصوصا نهاية مواجهة الحسم هتكون في دكارة على ملعبهم في استجمعارهم المتوقع برضو يكون لها حضور كبير جدا ففي النهاية أنت دلوقتي بتبتدي المباراة دي وانت متقدم عصابك أهدى عندك قدرة إن شاء الله بإذن الله لو سجلت هدف تقرب بشكل كبير جدا من حسم تذكرة التأهل